تخيل أجمل حاجة ممكن تحصل أنك تتفرج على مائدة إفطار رمضانية ومش مهم مين اللي قاعد مسلم دا ولا مسيحي ولا أي حاجة أمر لا يعنينا المهم المشاركة أنا أعتقد أن دي أكبر مائدة إفطار رمضانية شفتها في حياتي وقد تكون هي الأكبر على مستوى العالم سلام مربع لأهل المطارية كل سنة كل سنة يوم 15 رمضان بتشوف المائدة دي كده مرة كمان سلام مربع لأهل المطارية في حد هنا من المطارية يا جماعة في الستوديو مش عارف مش مين عندي قوي في ناس كتير معنا من المطارية مية مية برافو عليهم عزبة حمادة في حي المطارية عملوا الحفلة الحلوة دي عملوا المائدة العظيمة دي يا رب زيد ويا رب بارك ويا رب كتر وبصراحة أنا لو من الأحياء التانية مش بس في القاهرة في كل المحافظات أغير قوي من المطارية بصراحة والله بجد أغير جدا ونقول لأ بقى المائدة بتاعة البقرة دي هتبقى في حي الجمالية دي هتبقى مش عارف في عين شمس دي هتبقى في الزتون إلى آخره بصوا إس شايف اللي بتاعة عاملة إزاي؟ ماشا الله ماشا الله ماشا الله تمساح حط إيده على بطنة وعطوله قاعد يعمل كده ده اللي شغلك يا تمساح الأكل مش شغلك الحلوة والطعمة اللي احنا شايفينها هتمساح تمساح زميلي والصديقي العزيز شايف المائدة عاملة إزاي؟ سيبك بقى من المائدة أنا عايزك تبص على وشوش الناس حقيقة كنت بتكلم مع زميلي العزيز لطيفه عبد لطيف مدير تصويرنا العظيم وحتى هو أول حاجة بقى لي بص على وشوش الناس المصريين وشوهم دايما دايما فيه سر إيه هو أنا معرفوش بس اللي أنا أقدر أجزم بي إنه أطيب عينين في الدنيا ومهما كان اللي المصري ممكن يبقى مقدره عينين لا تتوقف عن السعادة ولا تتوقف مش بس عن إبراز سعادته الداخلية ورضاه الذاتي لا هي لا تتوقف عن بث السعادة بيشحنك سعادة بنظرة عينه والله العظيم وشوش المصريين حاجة تفرح تفرح تسعد تبهج القلب حقيقي قلوب من دهد حاجة جميلة دي مائدة المطارية رجالة أنا عايز الموائد دي تكتر إحنا فضلنا كده يعني أيام قليلة في رمضان فضلنا نص الشهر المبارك عايز كل يوم ترابيزة فطار أكبر من دي وانتو قده مش كده ولا إيه تحياتي لأهل المطارية ولكل المصريين كل سنة وإحنا طيبين كلنا بدون استثناء مرة واحدة 104 ولا 105 مليون مواطن ترجمة نانسي قنقر